طيب الحقيقة قبل ما نخش في أخبار فرقيتنا النهاردة كان فيه موضوع عايزين نتكلم فيه يمكن الموضوع ده تردد يمكن مبارح هو ملف مباراة النادي الأهلي والزمالك في كورة السلم اللي طبعا حضراتكم عارفين تم إلغاءها كان كلام كتير جدا جدا الحقيقة تردد فيه وسائل السوشيال ميديا على وسائل الاتصال الاجتماعي وكان فيه لغة كبير جدا جدا سبب إلغاء مباراة النادي الأهلي وإن النادي الأهلي هو وراء إلغاء المباراة إيه علاقة النادي الأهلي بإلغاء المباراة؟ ملهاش علاقة تماما إحنا بنتكلم على مباراة تم فيها التجاوز وتم فيها خرق القوانين واللوايح فعايزين نقول بلاش يعني بلاش نحط يعني تعصب للجماهير عايزين نتكلم على مش عايزين نحط حالة من الاحتقان الجماهير إحنا مش نقصين وكلام لا أساس لها من الصحة ولا وجود له اللي حصل في مباراة الزمالك والأهلي إن النادي الأهلي يعني اتطبق الليحة بغض النظر عن هذه المباراة قدام الزمالك يعني لو بهذا الموقف قدام أي نادي تاني وحصل هذا الموقف كمان كان حيبقى فيه تطبيق للوايح المباراة لغت اتحاد الكورت السلة هو اللي عمل عقوبة مراقب المباراة الكابتن يحيى زكريا هو اللي شاف إن المباراة من المستحيل لأنها تتلعب في هذه الأجواء يبقى إيه اللي حط اسم النادي الأهلي في الموضوع أولاً الأهلي مقالش ودي حاجة مهمة جداً الأهلي مقالش ده يخش وده يخرج عملية مسئولية عن وجود هذه الجماهير داخل الملعب تقع عائق أو تحت رعاية نادي الزمالك طبيعي جداً فالنادي الأهلي مالوش دعوة بهذه القصة ثانياً وهو النادي الأهلي كمان لو تبتكروا نرجع بزاكرة الورا شوية هو النادي الأهلي كان متواجد في مباراة الزمالك وسموحة اللي تم فيها عقوبة لنادي الزمالك بتلاتين ألف جنيه وانزار بنقل مباراة وهل كان النادي الأهلي موجود؟ كلام يعني خارج النطاق أصلاً الرياضي ولا مالوش أي أساس من الصح وكمان يتحط اسم مجلس إدارة النادي الأهلي يعني السيد العمري فاروق طبعاً عضو مجلس النادي الأهلي وطبعاً سيادة الوزير السابق كان متواجد من بدر جداً في صالة النادي الزمالك وكان طبعاً نائب رئيس النادي طبعاً أكيد كان متواجد جنب رئيس نادي الزمالك بكل حبة وكل ود كان فيه حديث 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 طيب جداً جداً كان متواجد معاه يمكن قبل المباراة بساعة طب ليه تحط اسم سيد عمري فاروق وكمان يتحط اسم شيكبالا طب هو اشمعنا بس شيكبالا اللي تحط اسمه كان فيه نجوم كتيرة من نادي الزمالك حزم إمام الكبير اللي صغير وكان موجود أوباما طب اشمعنا بس السوشيال ميديا ركزت على شيكبالا يعني أعتقد كان فيه أهداف ملهاش علاقة بالرياضة جماعة احنا بنتكلم على لوائح بنتكلم على قوانين بتطبق على الجميع نادي الأهلي طبعاً بيدافع عن حقه وبالتالي اتحاد كورت السلة قال وكمان حضراتكم افكر حضراتكم ان كان فيه جوابة بعد يوم واحد وعشرين مارس السنة دي ان لكل الاندية ان الناس اللي هتخش ان المباريات كلها بدون جماهير فطبيعي جداً اللي بيخرج على النص بيتطبع للعقوبة ملهاش دعوة يعني ملهاش دعوة ده أهلي ده زمالك احنا بنتطبق لوائح وهو ده النادي الأهلي دايماً وراء اللوايح والقوانين ده شيء مهم جداً وخلينا نتكلم بكل أمانة يعني انا في اعتقادي ان على كان مجلس ادارة نادي الزمالك انه يبحث في الأخطاء اللي حصلت دي النادي الأهلي خارج الموضوع خالص طيب مين المسؤول عن دخول هذه الجماهير مين المسؤول عن تواجد هذه الجماهير وانه لما حاولوا بقدر امكان انه خيراجه الجماهير لا الجماهير ما خرجتش فلازم نبص الأمور بواقعية اكتر نبعد شوية عن انه هو حقن الجماهير بحقن ملهاش اي داعي وملهاش اي يعني مجال في الرياضة ولسه كنا بنتكلم من يونين سهم على نبز التعصب بشكل كبير فخلينا نتكلم انه النادي الأهلي يخرج تمام من هذه المعادلة لان النادي الأهلي بتطبق القوانين واللواية لان عواقبه وخيمة لان عواقبه وخيمة ونتيجه خطيرة طبعا ونتيجه خطيرة وانا عايز الحقيقة مخرجنا يعني اي واقهو لعبها لنا الصور بصوا كده في ارض الملعب انا عايزة اسأل سؤال مين دول يعني مين دول تعرفوا فيهم يعني حد ايه الناس دي كلها ازاي دخلوا الصالة هل دي صالة بيتلاعب فيها مباراة هل في امان كده على اللعيبة بلاش الاجراءات الاحترازية هل في امان على اللعيبة من حيث ان انت تقرب منهم تتعرض لهم لقدر الله يتصابوا بلاش كلام مش حقيقي يا جماع بلاش يعني تلاعب بالجماهير كفاية بلاش الاهلي يعني تحديدا مين عرضك للعقوبة قدام اسموحة النهاردة ده سؤال كبير جدا عايزين عليه اجابة من الجمهور بعدين دي صالة نادي الزمالك ومسؤول عن تأمنها وامن النادي المفروض يعني في قمة زي دي دي مباراة قمة زي دي المفروض يكون متواجب بشكل يعني اكبر الامن خاصة في وجود رئيس النادي انما يتم اقتحام الصالة بالشكل ده في وجود رئيس النادي وبعدين الاهلي راح من بدري وكان سيادة الوزير العامري فاروق في الصالة من بدري جدا وقاعد جنب رئيس نادي الزمالك وعندنا مستشار عندنا صورة ليه هو ومستشار عماد عبد العزيز وبيتكلمه بشكل طيب جدا وودي ولعبت الاهلي والزمالك وقفين مع بعض في الملعب ووصلوا المغرب مع بعض في جو هادي صلوا يعني بدأت بعد كده لعبت الزمالك تسخن بعد كده لعبت النادي الاهلي دخلوا الساعة ستة يسخنوا هم كمان بعد كده دخلت ناس كتير وبقى فيه حوالي 100 شخص في الملعب فمرائب المباراة هنا دوره الكابتن يحيى زكريا قال لك الملعب لازم يتم اخلاقه يعني انا مش فهمة الصالة دي يعني هيتلعب فيها مباراة بعد دقايق ازاي لازم يتم اخلاقها ده وفقا لخطاب اتحاد اللعبة يوم 21 مارس مش وفقا لرئيس نادي زمالك او مجلس اقدارة النادي ليبقى حضرتك ما تحطش اسم النادي في جملة مفيدة ولا تزج باسمه انت كنت مسؤول عن التأمين ولم يتم الالتزام باللوايح فتم اتخاذ قرار بإلغاء المباراة وبعد كده القرارات اللي خرجت خرجت من اتحاد السلة باعتبار الاهلي فايز ما خرجتش من مقر الاهلي ما خرجتش من الجزيرة ولا حاجة من دية حصلت ده باختصار شديد اهو وقفين وهم بيصلوا قبل ما يدخلوا يلعبوا وده الحقيقة الكلام اللي احنا كنا لازم نقوله ونوضحه الجمهور زي معنى يعني زي ما كنا صارحين مع نفسنا ومع جماهرنا من البداية كنا لازم نقف عند نقاط معينة كتوسال اتصال بتتكلم فيها اليومين اللي فاتوا في مفاهيم الحقيقة مغلوطة مين اللي وقفك قدام نادي سموح مين اللي اندرك بان كل مبارايتك القادمة هتلعب خارج ملعبك او خارج مقرك مين فخلينا صارحين وبلاش التلعب لان ده زي ما قلت في الاول يعني اعواقب وخيمة جدا جدا على الجمهورين يا جماع بالرغم يا سهام يمكن في الفترة الاخيرة تلع طبعا سيادة المستشار عماد عبدالعزيز رئيس نادي الزمالك وكان اشاد بالكابتن محمود الخطيب لما كابتن محمود الخطيب قال ان احنا النادي الاهلي لن يتم التعاقد او حتى الكلام مع اي لاعب من لعبي نادي الزمالك في الفترة اللي فاتت نجدية الظروف طبعا اللي كان بميوم مر نادي الزمالك سيادة المستشار نفسه رئيس نادي الزمالك طلع وشقر الكابتن محمود الخطيب على هذه الخطوة احنا بنتكلم دايما يا جماعة طب انت ترجع ليه تطيير المواضيع تاني ليه عملية ان دايما بتصدر الجماهير بتصدر الله صورة غير حقيقية ليه بتصدر دايما اسم النادي الاهلي انه النادي الاهلي هو سبب المشاكل النادي الاهلي عمره ما كان سبب مشاكل النادي الاهلي هو طول عمره هو اللي بيحل المشاكل ومش مشاكله هو كمان بيحاول يحل المشاكل كل الاسرة الرياضية تفتكروا النادي الاهلي ما تنسوش النادي الاهلي كان اول نادي في مصر بيقولك لازم الدورة يرجع ووقف وقفة قوية جدا وتخيل هذه الخطوة قد ايه كانت لصارح الكرة المصرية بشكل كبير جدا وصالح كل الاندية النادي الاهلي لما فيه قانون وفيه لايحة النادي الآلي بيمشى وراء هذه اللوايح وراء هذه القوانين وبالتالي كان في اعتقاد الشخصي أنه كان من اللازم والوجوب على حل هذه المشكلة من داخل نادي الزمالك فين الخطأ اللي حصل يا جماعة الخطأ اللي حصل إحنا مسؤولين عن دخول وخروج الجماهير يبقى تجيب المسؤول اللي كان متسبب في دخول هذه الجماهير ويبدأ المحاسبة داخل البيت لكن دايما بنقول العلاقات يا جماعة وكابت المحمود الخطيب دايما بيقول العلاقات ما بين الأندية لازم تكون علاقات محترمة لازم تكون علاقات الود نخلي السوشيال ميديا دي على جنب شوية إحنا كمسؤولين ده على لسان الكابت المحمود الخطيب إحنا كمسؤولين ورؤساء أندية وده اللي قالوا في لقاءه مع طبعا السيد فرج عامر رئيس نادي سموحة قال علينا دور كبير جدا إحنا كرؤساء ومسؤولين أن عملية التعصب لازم تنتهي بشكل كبير آه فيه سوشيال ميديا لكن ما يجرناش تاني لموضوع يمكن إحنا عايزين نخرج منه بأي شكل إن إحنا نخرج من هذه القوقعة اللي تاني بقول الله يسمحه اللي كان سبب في هذه المشاكل الله يسمحه اللي فعلا اللي بدأ يبخ جماهير وخاصة يعني مش هخص جماهير نادي الزمالك لكن كان ليه شكل مباشر جدا في عملية الاحتقام دي عايزين من هنا من البيت الكبير من هنا من قناة النادي الأهلي إن إحنا نبز التعصب تماما كلنا على مسافة واحدة من بعد أجماعة أهلي زمالك إسماعيلي سموحة سبورتين بتكلم كمان على كورت السلة كلنا على مسافة واحدة كل الاحترام لكل الأندية كل الاحترام للقوانين واللوايح لتطبق على الصغير والكبير صدقوني هو ده الطريق الصح وهو ده الطريق اللي لازم كل مسؤول فأي نادي يكون هو ده الشعار اللي بحطوط قدامه اللوايح تطبق على الجميع والعدل هو يكون يسود هذه المنظومة بتكلم عن أي منظومة رياضية كورة سلة طايرة هو ده جماعة اللي حيخرجنا شوية من عملية الهرجلة في السوشيال ميديا ونبدأ نحط حاجات أعتقد بتبعدنا كتير جدا جدا عن الطريقة الصحيحة أنا عندي ليحة لازم تطبق ولازم ألتزم فيها من أكبر واحد لأصغر واحد ده اللي بنقوله ده اللي المفروض يتمنه وده فعلا اللي بيتخذ دلوقتي ولما بيتم إجراءه أو بيتم تنفيذه الناس بتطلع تقول لك اش معنى لا مش اش معنى انت النهاردة عندك كارث كمان يعني كان فيه يعني عندك سبق قبل كده عندك مباراة وتم تحذيرك فيها وتم تغريمك فيها حوالي 30 ألف جنيه فالنهاردة لما يجي بقى الاسم النادي الأهلي يعني عارف اللي هو ايه كأنك ما صدقنا بقى جئ اسم النادي الأهلي وكأنه هو النادي الأهلي هو اللي عمل الأخير ما هو كلام السوشال ميديا بعض من وسائل التواصل الاجتماعي اللي كانت عملا بتتكلم يعني أخدك في السكة دي وكأنه النادي الأهلي هو السبب وده بعيدا تماما عن الصحة صحيح النادي الأهلي دايما وراء المبادئ والقوانين واللوايا هو ده النادي الآلي